واضحسي عزيز خلال مشاركته في حلقة قبل ربما شهر الدكتور حمد ويحمان رئيس المرسل المغرب من المنضات الطبيعية كشف بأن يهودي يدير أوقاف المغاربة بمدينة الرباط وسالم هذه التصريحة تحدثت وحدة الدجاء كانت تصريحة الوزير الأوقاف داخل البرلمان كانت مساءلة الوزير داخل البرلمان أيضا شعارات رفعات مهم نقاش وشهد معطية هذه الدقيقة وصحيحة كثير من المواطنين يسألوا يا بريس وشهد معطية دقيقة وصحيحة ولكن شي معطية إضافية جاءت بينها لنفس الحلقة قبل تصريح سيد الوزير تحت قبة البرلمان ممكن أن السؤال يكون عنده رهينية أما وأنه قد صرح في البرلمان فإذا لم يعد السؤال سوف أكد الوزير هذا الأمر سمح لأسي عزيز في إطار تصريح الوزير قال بأن هذا الشخص أو العائلة له يتلات قرون من عائد موني سليمان والإسماعيل وهم في هذا المنصب وماذا يتوارث وماذا يتعطى على حساب الأحقية؟ أولا هذا يسأل عنه الوزير ثانيا الدرجة ما هي المرصد التي حدثها؟ المجتمع الذي يصديم أولا أنه بالمناسبة عندك الأوقاف الإسلامية لا يوجد على قضية اليهود كيهود لا يوجد أن يتم تحوير الكلام وتمطيطه ومزايدة بالمغاربة عندما قلت أنه يهودي يصير الأوقاف لا يوجد حجرة لليهودي يقول لك علاش لا أنه الأوقاف يصيرها فقط فقط إذا لم تخلني الذكر وانتصح للسينابيل عمرو بن العاص كان والي أمير المؤمنين على مصر وكان حينها عمرو بن العاص في صفة المدينة العاصمة الخلافة كان هناك شخص القيبطي يريد أن أعطيه بيت المال كان هناك خبرة في الاقتصاد ومحاسبة عمرو بن العاص يقول لك شوف أحد من المسلمين كان هناك شخص القيبطي بالضبط أعجب به عمرو بن العاص ثلاثة المرسلات التي تخلني الذاكرة آخر المرسلة يجب بها عمرو بن الخطب أمير المؤمنين قال له عمرو بن العاص مات القيبطي لم يرون شخص أحد أخر أقل تضعني بقيبطي مات القيبطي الأمور للتدبير بيت المال والأمور للأوقاف صافيكت عطاه المسلم فإن تحضر السؤال بالمخلافة مات المسلم كان في الحوال السخصية ويتطلق الأزواج اليهود المغاربة المواطنة المغاربة عندهم القضاة وحوال الشخصية وممتلكات وآخرية تدبير خاص عادي فالآن تانيا ارتباط اسم أدرعي بأدرعي هذا وزير الداخلية في حكومتنا الثانية هو رئيس حزب شاس ديني هذا المتطرف هذا من الشرس الأحزابي الأرثوذكسية في إسرائيل المجرمين القتل هو ابنه مكنس فأدرعي أدرعي إذن اسمي العائلة أولاد عمه وأدرعي كي يصير الأوقاف ولهذا احنا شنو المشكل إلى نضغ وزن الأوقاف وأحالة تدبير الأوقاف أو بعض الأوقاف التي هي في دمة أو أدرعي الذي قال أنه متواردة ربعات الأجيال أو ربعات القرون طيب الآن أما وقد حصل المشكل وصلتهم من المجتمع ما تدير تدبير إداري شو مشكل شو مشكل أنك تغير المسير دي الأوقاف قالت ما كانت تحيد من المنصب دي الوزير قالت ما كانت تحيد من المنصب دي الوزير بسبب الديانة يتحيد بسبب الأهلية المهنية ديها كان شي خالال ممكن أما بسبب الديانة وشو تصريح سياسي وشو تصريح حقيقة على أرض الميدان كين تبقى تساؤلات طيب لوزر الأوقاف واسع النظارة هو المسؤول على القطاع الله يعاونه أدعو أمين